مرحنة ومزقتة لأن ضيفي الموجود معايا دلوقتي أنا من جمهوره والحقيقة من أول ما طلع وعادة لما الفنانين بيبتدوا حياتهم فبيبتدوا تاتا تاتا دور يلفت النظر فيه كده مثلا فنقول الله لطيف لكن أنه يطلع يعمل قنبلة أول ما يطلع ويعمل نجاح ما حصلش ونبقى قاعدين مستنيينه ويمكن بداياته ما كانتش مثلا إيه مسلسل 30 حلقة أو فيلم ساعتين ونص لا جالم بيطلع في أقدر أقول إيه مش سكتشات حتى حاجات لمدة دقيقة دقيقة ونص يخلصها نبقى حافظينها وكلامه يبقى لازمة كل مصر بتقولها أنا بشوف زميلي اللي من النوع ده بمبهار الجمهور العادي عشان كده أول ما شفته قلتها فرحانة جدا جدا وبحبك قوي وأنا من جمهورك فمتشرفها وجوده والحقيقة يعني بشكره أنه هو يعني وافق أنه يكون ضيفنا في بنت البلد بشرفني الجميل الأستاذ أيمن أنزيل إزاي حضرتك؟ الله يسلمك والمقدمة الكبيرة دي ما استهلهاش ده أنا أصغر من كده بكتير لا سمح الله ده تواضع والله من حضرتك لا يا ربي يخلي حضرتك ده أنت نجمة 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 يا أستاذ لا ربي لا يخلي حضرتك لا إحنا كمان معنا مش الأستاذ الواحدة بقى لا كمان معنا مخرج شام استنوا الاسم ده كويس جدا جدا لأنه هيبقى من أهم المخرجين في مصر هو بس زي كل المخرجين مش عايز يتكلم يعني أو كلامه قليل وإحنا بنحترم جدا جدا أن المخرج شغله وراء الكاميرا بس إحنا حابين كمان نتعرف عليه وحابين نعرف نفسه يشتغل مع مين وحابين نعرف إن شاء الله أعماله إيه اللي جاية بشرفني الأستاذ المخرج أحمد أود نهب زي حضرتك بالله شرفتني جدا جدا وفرحانا من وجودك أنا مبسوك جدا 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 لأن أنا معجب بحضرتك يا فرحك فانينا يعني جميلة جدا وأنا بحبت شخصيا جدا ربنا يخليك والله أنا متشكرا قوي يعني أنا مش عارف أبدأ مع مين بس اسمح لي يا أحمد معلش أنا يعني لا إبدأ إبا مع اللي بحبت جدا جدا وقولوا الحديب ده صغر من عبد الرحمن خليبه اللي كان عندي عبد الرحمن اسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيعني ده إبني وأنا متشرفة وطرامة قلبي يحبيني باي باي إذاً أنا ليه دور في الفيلم الجاي إن شاء الله تثبيت على هواهم إن شاء الله إذن الله وإن شرفني طبعاً اللي انت حضرت نيجمة كبيرة جداً أول ألف شكر شرفني نستيبقي معانا والله ألف شكر طيب سنة أيمن أنت أول ما طلعت أنت طلعت تقريباً 2008 مثلاً آخر 2009 كانت حملة ميلودي حملة ميلودي أول ما شفوا الراجل ده قلنا أنت كنت مستخبّفين إيه مين ده واللي قال لك ده نازل علينا ببراشوت 2 لأن ابتدت تعمل يعني مش عمل حتى واحد كانت حملة إعلانية كسرت الدنيا بيه كسرت العالم العربي مش مصر بس والله هو كان توفيق من ربنا يعني أنا ما سماش حملة إعلانية وكان كمبين أفلام قصيرة لأن الإعلان مدته 30 ثانية ده محاضرتك عارف ده الكامبين اللي إعلان الواحد مدته دي 2.5 فأنا بسميه فيلم قصير بس ده كرم من ربنا سبحان الله ده كرم من ربنا طب أنا عايزة أعرف برضو مين اللي اكتشفك أو أنت جيت من نين يا عم لأن أنا 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 عارفة حاجة واستغربت حانا ما عرفتها أنت حضرتك دارس شريعة القانون ها وحضرتك محامي في الأصل ها وما شاء الله ما شاء الله حضرتك بتحفظ قرآن كريم اشتغلت آه ما شاء الله يعني اللي يشوف الشخصية اللي إنت مثلتها ويحط شخصيتك الحقيقية بالعظمة بدراستك بكل ده مستغرب لا عادي هي الحياة كلها متنقضات أو مراحل يعني مرحلة الدراسة شيء مرحلة هو التدريس ده جيء إجباري يعني زي كان ليه بيسموه كده في الأظهر خدمة عامة ايو أنت تخركت تخدم الأظهر إنه إجباري تدريس سنة سنة تخدم في الأظهر قلت لك ده ماشي ومن جوايا بس طبعاً أنا ماما يعني كنت ما معرفش بالتدريس حاجة بس أنت أنت أساساً ميولك التمثيلية دي ظهرت إمتى؟ لا من وانا طفل من فضل الله من وانا في ابتدائي وكنت مذكرة جداً الولاد داخلين المدرسة بيعيط وأهلين بخش يا بابا لا عايز أروح أنا عيني جات وانا في تانية ابتدائي على الطابلة والترومبيتة والتليفون أنا دخلت أجري لما الله يمسيها بالخير والله يرحمها بقى لو توفت كان اسمها قبلة ماري مدرسة الموسيقى لقيت حاجة كده صغيرة بيجري على الألات عالك سليفون وعايز يمسكه وانا بقى متهيلة لو مسكت كده الكسليفون مع القدامه هيعمل مزيكة الواحدة هو هيعمل مزيكة الواحدة فاستلمتني لحد سنة ستة كنت يعني بيسموه إيه الليدر بتاع التمثيل والموسيقى والاستعراضات إن شاء الله أيمن هو اللي وكان عندنا أيام حفلات عيد الأم ونشاط مدرسي وحاجات من دي فحسيت إن جوايا حاجة بس ما عرفش إيه هي فكات البداية طب أنا عايز أعرف بقى إحنا عرفنا البداية حبك للعملية الفنية أو لفكرة الفن البداية بقى على مستوى الاحتراف الفرصة دي جات لك إزاي؟ والله هقول لحضرتي وبطل والله ما كنت في بالي بطولة ولا مش بطولة أنا بحب التمثيل اللي بس بتعرف على إيه يجبني في حلقة في مشهد أقول ياه فلكن ربنا طلبها من واسع أقوله ألف حمد وشكر لك يا رب الحمد لله بس كنت متخيل بعد حملة ميلودي وأنا بضيع يا وديع واللزمات اللي هي ابتدت تبقى الناس بتقولها يعني الناس بتستخدم الجمل بتاعتك هو من فضل الله في الوطن العربي كله اكتشفت إنها ده يعني كنت بعمل عمرة في 2010 لقيت ما شاء الله أخوتنا في المملكة حافظينها وعارفيني عن شكل عن ظهر قلب القرامس معقولة طبعاً أسافر أي دولة عربية يرددوني الإفاد أنا ممكن أكون باما على الوقت لا سيتها أه يقولوا هالي فطبعاً ما قدميش حاجة غير إن لو أقدر أسجد قداماً عن أرض ربنا أسجد طيب أنت برضو بعد النجاح المدودة كان نجاح مش طبيعي في فترة كده معرفش برضو الأمور هديت أنت حضرتك في الأول وفي الآخر فنانة أو عرف الفنان عبر على رسم بياني بالزبط أنا بدأت فترة كانت الله لا يرجحها في 2011 والجماعات الإرهابية والأحداث يناير وي 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 فقعدت لحد المسألة كلها وقفت على كل المستوى في مصر ووقفت تقريباً فبدأت بمثلثة للدعاية 2013 مع العدل جروب فـ 13 و 14 و 15 و 16 من فضل الله كان ليه أعمال أفلام ومسلسلات بس جات بقى وفاة والدتي الله يرحمها ووفاة أصغر إخواتي الله يرحمه فطبعاً نفسياً ما كنتش مستعد إن إيه تنزل تشتغل تنزل ومع ذلك برضو لجل العيش لأن أنا مليش مصدر غير التمثيل فبدأت أعيد الكرة وهي دي الحياة صنة الحياة نعم بالله طيب بما إنا جبت فكرة إن إنت هو كل شغلك وهويتك وشغفك هو التمثيل طب الفترات اللي ما إحنا بانتق يعني عشان أنا في الوسط فأنا عارفة إن الدنيا مش مستمرة أو يعني مش عايز أقول الوسط ما لكوش أمان قوي مادياً بس هو فعلاً إحنا زي ما قلوه إيه أرزقية والله أقول لحضرتك أستاذا هو ربنا ده صفاته كلها للبشر الرحمن والعق الكريم والغفور والقوي إيه اللي حكتني اتنين من صفاته خلاهم لذاته الحياة والرزق ونعم بالله ما قدرش أدي الميت حياة ولا مخلوق وما قدرش أتحكم في رزق ربنا لأن الرزق بتاع ربنا الله فربنا أتصر الحكتين دول ذاته فعشان كده ما بحاولش أقول أو ما فيش أقول اللي لأ لأنه هو ربنا عارف رزقي فين أنا بنزل الصبح أو أي ناس بتنزل بطول أنا بدور على أكل عيشي أكل عيشك أنت بتدور عليه لكن هو أكل عيشك عارف مكانك وهيجي لك شوفي بقى حكمة ربنا أكل عيشك رزقك عارف مكانك أنت مش عارف مكانه فهو اللي بيجي لك مش أنت اللي لفك اللي هتجيبه فهي دي الحكمة بتاعت ربنا فما بقى حط عاش في دماغي فيه ولا مفيش لأن برضو الواحد مر بمراحل يعني دي ما بنقول إيه يعني كلمة صعبة مليلة آه آه فالواحد متعود أربط على بطنك يعني دي أبعاد جديدة في شخصيتك ما ظنش حتى اللي بيتفرجوا علينا يتخيلوها يعني ملامح الشخصية اللي أنت كنت تعملها في الحملة تختلف عن هذا الفيلسوف الراجل اللي رمي مره على الله وسايب نفسه ربنا وكمان هو فيه رضا يعني لما تقولي أنا فيه أوقات مش صعبة أكتر من صعبة عدت عليها تم تعلمني وتعلم وخد سواب فينا ولي بيشوفوك دلوقتي يعني وقت الشد لا هو الشدائد الشدائد هو ربنا يعني قولي بتعمل إيه وقت الشدة في حياه وفي اتزامات في مصر في إيجار في مش عارفة إيه أقول لحضرتك ربنا لما خلق سيدنا آدم وستنا حوى كانوا قاعدين فين؟ في الجنة كان شغلانتهم إيه؟ ياكلوا ويشربوا ربنا قالها كده كلوا واشربوا ولا تكربوا هذه الشجرة بث مهمتهم في الجنة ياكلوا وشربوا لما نزلهم في الأرض كان بقى مهمتهم إيه؟ يا شعوب إعمار الأرض تعمير الأرض وربنا قالها فيها تشكون وفيها تحيون وفيها تمتون وفي القرآن قالها في ثورة البلد لقد خلقنا الإنسانة في كبد إحنا ربنا مجبناش في الدنيا مرفاهين لأ ربنا جيبنا في الدنيا عشان نعمر ونبني مش عشان ناكل ونسرق أنا عايزة أعرف وقت ما يبقى ما فيش شغلة من نعمل إيه؟ ما فيش شغلة ما فيش شغلة قاعد إن ربنا مش هو هو اللي هيرضو أطبق اوعي تفتكري إن ما فيش حاجة أثماء ما فيش شغلة لا فيش شغلة إنها أشتغل أنا كنت بشتغل أه يعني وإنا تلميذ كده تغير كنت بعمل جماعة بعشرة جنيه في الشهر والمية جنيه داية أنزل أتاجر بيها ما شاء الله آه أنزل أتاجر بيها معانا أحمد هو شب برضو لا يعني مية جنيه مبلغ مش كبير بس كنت إيه؟ عندي الذكاء إن أنا أروح للموظفين في الهيئات الحكومية أبع لهم الحاجات بالتقفيد زي إيه؟ كل اللي يخطر على بالك بقى موظفات بمحتاجات بتاعتهم باللي عايزة تتجوز وعايزة مطاقم مطبخ اللي عايزة شنطة تب ما كنتش بتتكسك وأنت فنان؟ لقى دا غير الفن قبل الفن قبل الفن؟ آه لا دا قبل الفن فكت بعرف إزاي يعني لو في فرصة لو الفن ماقف حتقدر تشتغل يعني ما تتكسكش يبدين العمر ربني يديك الساحة الله يديك الساحة لا أنا أصلي بدور برضو في بماغك هل تخجل من أي عمل خريف؟ لا 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 العمل عبادة وربنا وجدنا في الدنيا علشان حاجتين نعمل ونعمر نعمل ونعمر ودوت اللي اللي سان بيبقى سعيد بيه بعمر إن أنا بابني ربنا علم سعيدنا آدم لما نزله علمه الصنعة الصنعة أول مهنة تعلمه إيه اتفق يا خصفان عليهم ومن ورق الجنة علمه إزاي بقى خياطي داري يبتدي سوقاته يصنع صوب لنفسه أي علمه إزاي يزرع عشان يأكل فكل ده شغل كل ده شغل طبعا ندقتي فيه مطلق يا مهيري الإخواتي اللي عاديين في الكنترول كلهم نفسهم يسمعهم منك أنا بوضيع يا وديع ولا هو مش أنا بوضيع يا وديع هو أيوة كده يا وديع أيوة كده يا وديع يا سلام اهو اتبسطتوا أيوة كده يا وديع لا أنا ببعتبرش يعني أنا ما بحبش كلمة إن ما فيش شغل أو السؤال أو لإن لو مقتنع مليون في المية فعلا والناس مقتنعة مليون في المية إن الرزق بتاع ربنا كله هيسترعيح ما كانش حد اشتكى من حاجة ورحمة الله طيب ما كانش حد لما يطلع كده شاب جديد ويكسر الدنيا ما حسيتش كده بنفسنا من أي حد من الزمله مثلا أي عم مين ده بس يعني لا بس 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 ولا إيه ده يعني بصل إنتك نجم لا والله ما لا إنت ده بوقع أنا مش بك أنا مش بجملك ما بحسبهاش كده أنا بخش البلاتو من أصغر واحد في البلاتو الأكبر واحد بابتسامة أو بضحكة لأن أنا لو لقيت تنشنة مش عارف أشتغل أوه أنت من النوع ده اللي هو لازم تبتسامة جو هادي في البلاتو في ابتسامة في رواءان ذا ما بنقول أعرف أشتغل بالنسبة أنا بضيع يا وديع الجزء الثاني أنا سمعت لحدك بتحضر للجزء الثاني هو مش أنا بضيع يا وديع هو الأستاذ أحمد ما هو اللي يتكلم يا أحمد أنت المخرج إن شاء الله وبتحضر مع الأستاذ للجزء الثاني بإذن واحد أحد هو تحت الدراسة إن إحنا بإذن الله اللي إحنا نعمل فيلم أنا بضيع يا وديع الجزء الثاني إن شاء الله بإذن الله بس إن شاء الله يعني هيبقى فكرة جيدة وحاجة جيدة وأحداث جديدة خالص وممكن كمان الإسم يتغير ممكن يبقى بدل أنا بضيع يا وديع يبقى أنا بضيع يا سعيد يعجد دي لها شوية لأن الناس حبة أستاذ أيمن جدا لأنه هو يعني ليجوا مور في جميع الدول العربية طبعا في الوطن العرب كله فكذا حد عايزين نتفرج على الجزء الثاني بس إحنا من نجاح الجزء الأول يخاوه يخاوه ما خليكي طب هل الجزء الثاني هينجح كده إن شاء الله طب هل قصر الدنيا إن شاء الله طب إيه اللي يحصل عشان المشاهد برضو لأن الجزء الأول جميل جدا طبعا فلازم الجزء الثاني يبقى أفضل وأحسن وأمتع للمشاهد والناس كلها تقش الفيلم تستفاد منه لأن الجزء الثاني يبقى فيه بسائر كتيرة للشباب إن شاء الله إن شاء الله طيب أحلامك تشتغل مع مين من النجوم؟ غير الأستاذ أيمن طبعا طبعا ده شرف لي أصلا إلا أنا يعني اللي هو يبقى معي في أي عمل إن هو نجم كبير حبيب يا رب نجم يكسر الدنيا الناس كلها بتحبه فيه طبعا نجوم كتير جدا قل لي ثلاث أسماء شباب رجالة يعني وثلاث أسماء ستات يعني فيه مثلا فيه الشباب اللي طالعين فيه أحمد ديش نجم كبير جدا أيوة فيه تير والله مش متذكئ بس فيه تير كلهم أحسن من بعض طبعا والبنات والبنات فيه أستاذة جميلة عوطن أستاذة شطرا جدا أوي 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 فيه ملك قورة برضو فنينة كويسة فيه تير والله صحة فيها كتير وفيه مواهب تتير وفيه شباب بتسعى وإحنا إن شاء الله فترة جاية وإنت كمان يا حبيبي يعني إحنا بجد أنا بفرح أوي لما بيكون ده الأثامي في دماغه ده 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 لئيم أيوة أيوة معلش معلش بس أنا وإنت حاجزة دور مع حضرت ده شرفت لي ده شرفت لي إن أشتغل قدامك أو الله أو الله أو الله يا ربي بارك لك شخصيا يعني أنا سعيدة أنا ألتقي بك لأن فيه أبعاد شخصيتك أنا ما كنتش أعرفها الحقيقة يمكن ناس توقف ده فكرة عن الكوميديان إنه بيهذر ويهرجوا بس لكن أنت شخصية عميقة وعندها طريق التفكير أنت اشتغلت الكوميديا اشتغلت الكوميديا طبعا هل الكوميديا أو الفنان الكوميديا بتطلع الكوميديا دي من إيه؟ أكيد من مقاسي آه والله من جروح أيوة آه بص تنهيتي بدأت أقلب آه آه بدأت لحستضيف لا أنا لمستضيفك بقى أيوة أنا مش عايز أقلب بس إيه اللي ممكن يبقى جواك جروح بتديلك طاقة إنك تضحك وتبقى كوميديان وإنت جواك مليان إنت ده انت عينك بدن بعد إيه بقى ثقتك بربنا لا المقاسي اللي ممكن تبقى بربك لا المقاسي هي 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 أصلي بصي ردينا هي دي الحياة مردناش هي دي الحياة فحلوة عيشها مرة عيشها فنعيشها بابتسامة ولا نعيشها بالندامة لا بابتسامة بس خلع ونغلبها كمان نغلب المقاسي ونبتسم وندحك للدنيا يعني بس أحلامك إيه طيب؟ والله أحلامي إن يعني يعني يبقى الإنسان ما يمردش ويقلق اللي حواليه لأن أنا جربته في والديت الله يرحمه لما توفت وأدي إيه الألم اللي تقلمته وأصغر إخواتي توفى بقرورنا برضو كفا كل دي بتولي مقاسي كل دي تاجد يعني أنا كنت خارج من وفاة أخوية بعمل مثلثل بعد منها بفترة بين السماء والأرض كمسلس الجميل الحقيقة بط وكوميدي هي هو ده الفنان ما ليش دعوة أنا حياتي إيه؟ أنا ليه دعوة المشاهد عايز إيه؟ هيتضرج إيه صح وهو ده الفرق وعشان كده أنا بقول أنا اتعلمتها مرة من فنان قال لي أنت هتموت مجنون أنت عارف ليه؟ لأن أنت أعصابك بتبقى في ناحية وبتحول جسمك بعصابك لحالة تانية فكل ده ضغط على أعصابك أنت لا والله أنت فنان كبير وموهوب جدا يعني مكانة حلوة جدا في اللوب الناس أنا مش بجامل حضرتك ومنتظرينك في أعمال مهمة وعمال حلوة وتمتعنا وتبسطنا وإنت شغلك كله هايل ها في حاجة قريبة ولا لسه؟ إن شاء الله بإذن الله في مسلسل بس أنا بخاف من الخمسة وخمسة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا في إن شاء الله مسلسل وفي فيلم بنحضر له اللي هو الورشة بتحضر فيه كتابه إنت اشتغلت كمان مع مخرجين أكابل أصل يعني اشتغلت مثلا مع كاملة أبو ذكري بصي أنا بحب الكبار بس بيستهواني جدا الشباب الشباب ليه؟ عنده رؤية فنية يعني أنا دا عجبني في أحمد عنده رؤية فنية وبرغم وجوده بدأ يصبح عنده نضج فني دي ما يعني عشان يكتسبها مخرج كبير بيمر بسنين فهو دا فقل في فرعات لا والأجيال الجديرة حقيقة الشباب إذا كان في التأليف إذا كان في الإخراج أثبتوا الحقيقة إنهم هيلين وأعمالهم ما شاء الله يعني لا جميلة شيء مشرف جدا جدا بفضل الشباب بالضبط فنشتغل معك كل بك نشتغل بإذن الله يا رب يا رب بلدنا تبقى بخير يا رب بلدنا بخير ومصرنا جميلة وربنا يا ربي يكرم مصر بشبابها الحلوين زي أحمد وفي كل المجالات التانية وساعدت جدا بيك يا ربي بارك لك أنا تشرفت بوجودك وش عارف أنت تحرجيني تحرجيني أمناك لا خمس حضرتك والله يعني أشكرك لوجودك وأتمنى نتقابل دايما بإذن الله وإحنا بنحتفل بأعمالك الكويس يا ربي بارك لك سيء أحمد جدا جدا للأسف الفقرة الجميلة دي خلصت تستنوني الفقرة الجاية إن شاء الله هتعجبكم سبحانه وتعالى والتعاليم 1 السيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيتشرفني في الفقرة دي مولانا الشيخ حافظ عبد الحليم من العلماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة تبض الحياة شرفتني يا فنبي окنستينго اهلا بحدرك يا سيدنا الشرف دايما يكون لنا ربنا بالك فيك حضرككم ما عبدلنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عننا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج كل من قصدنا في حاجة يا رب العالمين اللهم أمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النوري وأهلك آمين يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم مولانا فيه آيات احنا أنا بقول دايما إيه آيات مشهورة أوي وبنبقى حفظنها زي مثلا لئن شكرتم لأزيدنكم يعني فيه آيات محددة حتى اللي مش مدومين على حفظ القرآن الكريم هم حفظنا بس المعاني بتاعة الآيات أعمق من الشكل الظاهر آيات القرآن كلها كده فعلا مش مجرد يعني مش مجرد أنك تقول الشكر الله والحمد لله لا فيه وبص إيدي وشه وضهر آيوة بالضبط هي مرتبطة كده يعني إن أنا بشكر ربنا بص إيدي وشه وضهر وخلاصا كده زي الفل معنى الشكر إذا كان بالقول أو بالجوارح أو بالعمل وإيه أفضل أنواع الشكر اللي هي لو شكرت ربنا بالوسيلة دي ربنا حيزبني عشان أنا برضو أنا عايزة حسنات كتير أيوة الشكر هو ما يرضاه الله عز وجل من العبد ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال وإنت شكره ويرضاه لك الله سبحانه وتعالى يرضى من العبد الشكر والإنسان في نعم ربنا سبحانه وتعالى مالوش غير طارئيه إما شاكرا وإما كفور إما شاكرا وإما كفور الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على الإنسان نعمة فحال الإنسان فيها إما أنه يشكر هذه النعمة وإما أنه يكفر بهذه النعمة حتى لو عرفها يكفر بيها إما أن ينكرها ينكر وجودها أو يعرفها ولا يؤدي شكرا إما شاكرا وإما كفور أول نوع من أنواع الشكر أو أول حاجة عشان الإنسان يدخل في طريق الشكر لازم أولا يعترف أن هذه النعمة مهما كانت هي من الله سبحانه وتعالى مالوش أي فضل فيها الله سبحانه وتعالى مان علي بمنصب ده مش بشهدتي ولا بقدراتي العقلية فكم من واحد عنده شهادات أكتر مني ما حصلش على نص المنصب ده كم واحد عنده قدرات عقلية أكتر مني ما عندهش نص اللي عندي فلازم أعترف أن ده فضل من الله سبحانه وتعالى اعتراف يستغرق حالي فكل حالي هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى ليك صحبة طيبة بتعينك على أمر الخير سواء كان صلاة أو صدقات أو عمل الخير بصفة عامة لما يشوفوك واقع في مشكلة بيشيروك منها فهذه فضل من الله سبحانه وتعالى ومحض من الله سبحانه وتعالى تستدعي الشكر ولا اعتراف أن هذه من الله مش منك عندك زوجة بتحبك وبتصونك وصينك في بيتك وصينأ أولادك مهمة جداً تعرف أن هذا اختيار الله لك وهذه منة الله عليك مش عشان أنت شكلك حلو ولا غني ولا عندك اللي مش عندي غيرك لا والله في ناس عندهم أعظم من قدرتك بكتير وما عندهمش النعبة دي يبدو الأول اللي اعترف بها أنها من الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني لما بعترف أن هذه النعمة من الله أؤدي شكرة والله سبحانه وتعالى يحب أن تشكر النعمة من جنسها عشان كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا في الفريضة الزكاة أن الزكاة تؤدى من نفس الجنس بتاع النعمة اللي ربنا أنعم بيها عليك فيه زكاة اسمها زكاة المال إذا كنت صاحب مال ففيه زكاة المال عندك ذهب وفضة فيه زكاة الذهب والفضة عندك زراعة ففيه زكاة الزرع والثمار عندك تجارة ففيه زكاة التجارة فالله سبحانه وتعالى يحب أن تشكره من جنس النعمة عندنا نعم كتير جدا عندك فيه نعم ربنا سبحانه وتعالى بيمتن بها على الإنسان وهي نعمة نعم خفية نعمة زي نعمة الستر مثلا يعني الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة الستر فتكون عندك ذنب أنت بتعمله مدوم عليه أو أمر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى أنت مقصر فيه فدي نعمة أن ربنا سترك طيب أشكر ربنا من جنس النعمة دي إزاي إنك تزاحم نعمة الستر دي بالذنوب بالأعمال الصالحة فتعمل أعمال صالحة في السر زي ما أنت بتذنب في السر وربنا سترك فتحمد ربنا وتشكر الله سبحانه وتعالى نعمة الستر بإنك أنت تكثر الطاعت في السر كذلك طيب الله سبحانه وتعالى جعل الناس متفوتة في العقول فيعني أنا بستوعب بعض الأمور بسرعة نجاحي في شغلي بسبب أن أنا بيكون عندي أفكار جديدة إيه المنع أن أنا أساعد الناس مدام ده اعترف أن هذه مننا من الله سبحانه وتعالى والله الذي رزقني بها قادر على أن يرزق لي بغيرها فما تبخلش على الناس عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن الإنسان إذا كتم علم الجمه الله عز وجل يوم من القمات بالجمه من النار ليه؟ لأنه هو بخل على الناس بشكر النعمة لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يحب أن يشكر من جنس النعمة التي أنعم بها عليك يعني لو أنا عايزة أتصدق في كل الفروع اللي حضرتك قلتها وأشكر ربنا بكل الوسائل اللي حضرتك قلتها بالزروع وبالستر هل في وسائل أقدر أعمل ده من خلالها وابقى زكية وبدل ما أشكر ربنا بالفعل مثلاً أن أنا أتصدق في ستر مسلمة تكون عايزة تتزوج مثلاً بنت وظروفها صعبة أو والدها متوفي أو حاول أسطرها وخليها تكمل جهازها وبتاع علشان أنا ربنا يسطرني أو مثلاً أنا عايزة ربنا يبريك لفلوسي فبتصدق بفلوس طب إيه رأي حضرتك بقى في الناس اللي كل ما تشح منهم الرزق يتصدقوا أكتر دول إيه بقى؟ دول موفقين لأنه هو اختار الوسيلة اللي بيها تفريج الكروب لما بتضيق الله سبحانه وتعالى لا جعلنا متنفس لتفريج الكروب ربنا سبحانه وتعالى لما أمر في القرآن الكريم أمر مين؟ أمر نبي من الأنبياء وآله قال عمله آل داود شكرا فالشكر يعني عمل يعني فيه خطوات تبتخدها طب شكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة بيستدعي البذل زي زي الصدق اللي حضرتك تكلمتي عنه شكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة العطاء نوع أعطاني الله سبحانه وتعالى يحب أن تبذل من المال طيب إذا كان الإنسان في كربة وفي شدة فالله سبحانه وتعالى لا جعل له متنفس وده اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيام طب لربنا هيفرج عنه كربة من كرب يوم القيام مش هيفرج عنه كربة الدنيا الأول طبعا الله سبحانه وتعالى كريم فإذا كنت سعيد في قضاء حوائج الناس من باب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قال لأن شكرتم لأزيدنكم ده وعد زي ما حضرك قلت نحن محتاجين إحنا نتعمق شوية في المعنى بتاع الأية ده ندخل جوه المعاني ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار الشكر تحديدا اللي فيه الزيادة من غير استفناء يعني الله سبحانه وتعالى قال عن المغفرة يغفروا لمن يشاء ولم يقل يزيدوا بعد الشكر لمن يشاء ما قالش كده قال لأن شكرتم لأزيدنكم ما قالش لمن شاء سبحانه الله حضرك برضو حضرتك يعني برضو احنا ما جاش على المغانا شخصيا ان ما فيش ما فيش زمن أو ما فيش شروط ايو اشكر بالفعل بالعمل بالعمل يعني حزيدك خلصة الموضوع مقضي ما فيهاش إلا أن يشاء الله مثلا يعني لأن شكرتم ويشاء الله فسوف يزيدكم لا ما فيش فعل مع إن كل الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى اشترتها بالعمل اشترتها بالمشيئة صح إن الله يغفروا لمن شاء الله سبحانه وتعالى يغفروا لمن يشاء إن الله لا يغفروا انشاءك بي ويغفروا لمن يشاء صح ويهدي من يشاء الهداء ويهدي من يشاء فالله سبحانه وتعالى جعل أمور كثيرة متوقفة على مشيئاته فيها استثناء إلا هذا الشكر ومن حسن حظي وحظ حضر الله بما أن حضر الله بقيت معنا في نبض الحياة يعني من أعمدة نبض الحياة إن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا نتعامل مع النوعية دي من الناس اللي هم أصحاب الشكر الشكر بالعمل فتلاقيهم ما شاء الله لا قواته إلا بالله معانا قلبا وقالبا إذا ما كانش معانا بماله فمعانا بالدعوة الطيبة ما معاناش بالدعوة الطيبة معانا بأنه هو يكون سافير لنا ويدل للناس علينا عشان كده تلاقيين أنشطة بتاعتنا بتتوسع يوم بعد يوم وبتزداد يوم بعد يوم وإقبال الناس بيزيد عليها يوم بعد يوم وده يستدع أن احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى وأول شكر لربنا سبحانه وتعالى منا مؤسسة نبض الحياة وأما بنعمة ربك فحدث اللهم ملك الحمد على أن جعلتنا من أفراد نبض الحياة اللهم أمين طيب أنا حاسة لحيك سؤال بالذات في مشروع وقف النخيل لأن وقف النخيل ده مشروع لي خصوصية تخص نبض الحياة حتى وإن بعد كده مؤسسات أخرى أو جماعيات أخرى انتهجت نفس النهج فهو الحقيقة ربنا يا رب يكرم كل العاملين على هذا الوقف يا رب بحق جاه النبي آمين يا رب العالمين والمشاركين فيه يا رب يا رب طبعا طبعا يعني هو هم الأساس هم الأساس رضا ربنا وتيسير ربنا أن النخل طرح قبل ما عاده بسنتين الحمد لله ده إعجاز يعني طبعا يعني ما فيش إعجازة هو الله سبحانه وتعالى ما فيش نموذج كده أول ما نقول وقف النخيل النموذج ده يروح جاي قدام عينك من إخواتي رجالا أو نصر حضرك أصلا وإنت بتقولي السؤال بس هو سبحانه أنا كنت أقولي الاسم واسمها طب لأ ثانية واحد نشوف التقرير وكلمني عنها في يعني هوا بس هي مش راضية نقول اسمها بلاش اسم بس أنا عايز أعرف إش معنى النموذج ده اللي جاء قدام عينك حاضر نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا مش نبض الحياة أثبتت بالبرهان وبالرؤية وبالتقارير وبوجودنا هنا إنها صدقة مليون في المية يعني اللي جاء هنا ما يقدرش ما يجيش تاني معظم الناس الموجودين جم مرة واثنين وتلاتة لأنهم شافوا بنفسهم الخير وشافوا بنفسهم العظمة اللي موجودة هنا والإنجاز والصدق شافوه بعنيهم وأنا بصراحة يعني زي ما تقولي كده مقتنع بنبض الحياة مقتنع بنبض طب إيه اللي خلاك اقتنعت بنبض الحياة دونا عن أي جماعة؟ بعتبر النخلي ده وقف النخلي ده فكرة عبقرية يعني الحاجة بتستمرنا مدى الحياة يعني خلاص أنت كده عملت حاجة بستمرنا معاكي مدى الحياة قلبي بتشرح من الزرع والحمد لله ولما جينا شاهدنا بنفسينا على الأرض الواقع لقينا كلام حجيجي وربنا يزود يا رب أنا مرتاحة يعني بقالي كان مدى بتفرج وبشوف بس لما جيت ونويت ارتحت حقيقي وعشان أرتاح لي حاجة زي كده دي حاجة حقيقية الحمد لله بفضل الله رأيت كثير من المؤسسات الخيرية اللي بتقدم بعض الأعمال ولكن قلبي نشرح لهذه المؤسسات لما رأيت فيها من غلماء وفضلت الأستاذ دكتور أحمد عمر هاشم والغلماء الأفادي المؤسسات دول شارع حصادري فعلا وسبحان الله والله العظيم أنا قاعد بتفرج على البرنامج الواحدي وقلت هتصل حالا دلوقتي والبرنامج شغيل والله العظيم والله العظيم احنا ما شفنا برنامج حضرتك على طول يا رب قطر خير جدتيني سواب معاك يا حبيب احنا حياتنا كلها عشان كده حياتنا كلها احنا موبودين علشان اللي بحصل نهارده وصلنا نشوف علشان كده بقول لي السادة المتبرعين لما تحبوا العلاقة اللي بيننا وبينكوا علاقة تشاركية علشان كده لما تشارك شارك حد يكون ناجح حد يكون بيقدر خدمة المطلوبة منه على أكمل مستوى في وقف النخيل الخيري في وقف النخيل الخيري مين هيسبق بالتبرع معانا في المرحلة السادسة يوم 13 و 14 أكتوبر علشان نكمل مع بعض في طريق الخير ربنا يدمها علي نعمة وجودي فوق النخيل والله العظيم نعمة كبيرة ان شاء الله هكون موجودة في كل مرحلة فيهم مع حضرتكم المكان هناك فيه سحر لا انت ما شاء الله عليك مبسوطة ووشك نور اول ما ايه او حيات ربنا المكان هناك فيه بركة كده والله الارض فيها فيه حاجة والله يمكن يكون فيه أولية مثلا مدفونين هناك واحنا مش تغريانين فيه حاجة حلوة او هناك اوي او فعلا هي ارض ربنا يعني هي وقف لله والله يا استاذة الله سبحانه وتعالى يبرك في كل مكان يعني فيه عمل صالح وفي القرآن الكريم اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والنبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا كده او الصحابة كان يقولوا كده في الاثر يعني انصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما في موضع للانسان في الارض ولا في السماء إلا ولهم موضعين موضعين في الارض وموضعين في السماء يشهدون له طب موضع في الارض موضع ساجدة موضع عمل صالح اللي راحت واللي راح المشورده كله عشان يزرع فسيلة هو لسه مش عارف هيشوفها حياته هبطول لحد ما تنتج ولا لأ هيشوف الثمرة بتاعتي ولا مش هيشوفها فيه ناس كانت بتجرب ومش عارف اللي بيضعها في يد ناس هتصنها اللي مش هتصنها هو مش عارف هو وضعها بيناده الله سبحانه وتعالى اللي في المرحلة الاولى ومزالوا مستمرين للمرحلة السادسة ان شاء الله هما متبعين دليهم في كل المراحل انا بتكلم يا استاذ عنا لسه بيجرب اه 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 اللي كان لسه اول مرة بعد كده خلاص هو اجرب ويعرف فاجي معاك مرة واثنين وثلاثة فهو ده هو وضعها بيناده من الله سبحانه وتعالى وهو بيقول كده بيقول يا رب يعني اللي جي اول مرة بتخيل كده انا لو ما كانوا هو يا رب انا معرفش الناس دي ومعرفش هيحفظوا الحاجة دي ولا لأ بس يا رب انا وضعتوها بيناده بس انا انا بقول لحضرك انا لو هعمل عمل خير ومعرفش الناس اللي انا احطوا العمل دو تحت امانتهم ويصنوها ويحفظوها هقول كده اقول يا رب انا جعلتها لك فمش عارف يا رب يحفظوها ومش يحفظوها فهي كانت خالصة للناس سبحانه وتعالى احنا مجبناش تأثيرت النموذج اللي جاء بدون ذكر اذا كان رجل او امرأة لا هي سيدة سيدة بصراحة يعني ما من عمل صالح يذكر في هذه الايام على وجه التحديد الا وتذكر وهي لها خصوصية يعني لعلها ممن يشاهدونا يعني صلو الله سبحانه وتعالى يبارك لها في مالها رب العالمين واليخلف عليها اللهم احفظ لها عفيتها وذريتها يا رب العالمين اللهم امين لها فدان في النخيل اللهم صلع наверed ولها فدان في وقف الزيتون ما شاء الله ولها محططين تنقية ما شاء الله لو جمعنا دولمكن يعمليهم كم فلوس يعني يتخطوا المليون يتخطوا كتير يعني لا اكتر والله يعني مش عارفة كم بس يتخطوا كتير كتير ما شاء الله ما شاء الله فدي نموذج يستحق ده بيتجر مع ربنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما يتكلم عن المال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإيه يا رب بأن لهم الجنة شو فضل ربنا العظيم هو أصلا مين اللي اداني نفسي ومين اللي اداني المال هو أعطاهم لك ونسبهم إليك ثم اشترى منك ويثيبك في أي فضل ده ده ما يستحقش الشكر يستحق الشكر والله عظمة الإله إن هو اللي بيمنحنا ومن اللي بيمنحه لنا يعني أقول إيه أنا مش مجتهدين لا في إن أنا أوجدت نفسي ولا إن أنا أجيب فلوس ولا إن أنا أجيب رزق هو اللي بيرزقني علشان كده بقى الشكر من أصعب الأمور ليه؟ لأن لو أنا شكرت ربنا على النعمة دي طب ما هو أنا الشكر ده إلهام من الله سبحانه وتعالى فيستحق الشكر ده إن أنا أشكر ربنا إنه هو ألهمني بإن أنا أشكره في حين إن فيه ناس غير أنا في النعم ما بتشكرهاش فيبقى أنا أشكر ربنا إنه هو ألهمني ولما أشكره إنه هو ألهمني أشكره تاني إنه هو سبحان الله إن أنا أفطن لهذا الأمر فأشكره عليه فلا يزال المرء في شكر حتى أن جاء في بعض الأثار أن بعض الأنبياء قال لله عز وجل يا ربي كيف أشكرك؟ يعني كيف أشكرك وقد عجزت عن شكرك؟ فإذا شكرتك احتاج الشكري إلى شكر على الشكر قال أما وقد علمت هذا فقد شكرتني يا سبحانه الله لما تعرف أن أنت مش هتبلغ إنك أنت تشكر الله سبحانه وتعالى حق شكره فإنتك هو ده إنك أنت تبقى عارف أن أنت يعني ما في نعمة أزديت إليك بفضل منك ولا باختيار لك ولا بعقلك ولا بحكمتك ولا بقوتك ولا بذكائك لا أبدا والله حتى الصالحين لما كانوا يوصوا قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ربنا صلح الله تعالى في بعيدة الآيات بيقول ما إن مفاتيحه لا تنقب العصبة يقول القوة نعم الأربعين راجل شداد ما يقدروش يشيلوا المفاتيح بتاعه لا تنقب العصبة يقول القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فهو يقول إيه؟ قال إنما أوتيته على علم هند فهو الإنسان لما يوصل للمرحلة دي إن أنا بذكائي باختياري بشطارتي بشطارتي عملت العمل دا ما عملتش العمل دا فمش هتوفق لكن لما أنت بتقول يا رب أنا مش عارف فاختار لي فهو يختار يا رب لما تقول يا رب أنا مش عارف أروح فين عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يشرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا صلاة اسم صلاة الاستخار وأنا بقول بنصح حتى اللي بيشوفنا دلوقتي إذا كنت لسه لحد دلوقتي متردد تكون معنا في وقف النخيل أو في أي منحة أخر لناحي البعر وأنا واثق إن ربنا سبحانه وتعالى هيرشدك للأصوب والأمثل في الوقت المناسب كمان فيعني ده أصلي له صلاة الاستخار أي وصل لصلاة الاستخار إيه المشكلة أنا أعرف ناس كان يجي مثلا يعمل معنا هيدفعينا فلوس فشايف إن الملفات كلها ما شاء الله هم من بعضها شايف وقف النخيل وبعد كده وقف الزتون ظهر وبعد كده وصلات المياه وبعد كده محطات التنقية وفيه سطرة وفيه المساجد فعمل يقول طب أحط فين إيه صلي استخار مدام أنا معديش ملف واحد أعرف أحط فيه دي بان أصلي استخار فتصلي استخار فبتقول لربنا في صلاة الاستخار ما إنت بتقول له إيه اللهم إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وتقول له أنا أسألك من فضلك العظيم وبعد كده تقول يا رب ثم أقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به فتلاقي نفسك صدرك منشريحة فاللي تلاقي اللي راح الأرض دي بعد لما اختار ده فين شرح في الصدق ليه؟ إنه وكل أمر لله سبحانه وتعالى لا هو اليقين بأن كل الناس بتروح هناك بتحس إحساس مختلف يعني عن أي مكان تاني أو أي أرض تانية إن كله في نفس بنفس اللهجة ونفس التون ونفس الجملة إحنا جينا هنا كإننا جايين نحج أيوة فحاجة يعني حاجة تفرح فبعد إذنك نفرح كمان بتقرير تاني ونرجع نكمي كلامنا مع مولانا النهاردة مع حضرتكم بنعرض عليكم النموذج الجديد نموذج الوقف الجديد وقف الزيتون وقف في خلال سنتين حضرتك هتفرح بإنتاجه وقف في خلال سنتين حضرتك هتشوف السمرة بتاعته وها بتنفك في كل أوجه الخير اللي حضرتك اشترتها مسبقا هتخيل زراحتك لشجرة زيتون هتبقى نلت كل شيء ربنا بيحبه نلت الظل نلت الزرع نلت محبة الله سبحانه وتعالى اللي بيترتب عليها محبة البشر دايماً مؤسسة نبض الحياة مرتبطة بالشجر المباركة بدأنا مع حضراتكم وقف النخيل الخيري الشجر المباركة وربنا سبحانه وتعالى جعل أفدة من الناس تهوي إليها والنهاردة بنكلم حضراتكم من وقف الزيتون النهاردة بنقول بسم الله هنبدأ وقف الزيتون الخيري وإن شاء الله عاوزين حضراتكم معنا يداً على يد وقلباً على قلب علشان خاطر المشروع ده يبقى في عظمة در التاج مؤسسة نبض الحياة وقف النخيل الخيري أشجار الزيتون الغرض منها طبعاً العصير زيت الزيتون الدهب الأخضر طبعاً شجرة الزيتون شجرة معمرة في الأنواع دي الزيتون فيها بيديك إنتاج سنوي المرحلة الأولى هدفنا نزرع خمسين فدان فدان الزيتون بينتج من تمانية لعشرة طن سنوياً صدق جرياً بالدوم لسنوات شجرة الزيتون تكلفتها ألف جنيه والسك خمس شجرات بخمس تلاف جنيه الشجر اللي احنا بنستهدف زراعته هو الشجر اللي بينتج الزتون اللي بيتم عصره علشان يطلع لنا زيت الزتون الدهب الأخضر علشان صدقت حضرتك النهاردة اللي بتتبرع بيها تكون لها إنتاج بيعود انفاقه على كل الأسر المحتاجة داخل جمهورية مصر العربية في وقف الزيتون المبارك مين هيسبق بالتبرع معنا؟ ويكون له السبق في الخير بالمشاركة في المرحلة الأولى من الزراعة يوم 13 و 14 أكتوبر الخير بقى يعني لما بيكتر كلمنا برضو حضرتك عن وقف الزيتون لأن ده لسه أول مرحلة مع نبض الحياة أقول لحضرك أصلاً وقف النخيل كان قائم على إيه؟ قائم على الاعتبار أنه إحنا نغطي به احتياجنا في بقية الملفات اللي شغالين فيها أيوة يعني لما الوقت اللي فيه التبرعات ممكن تقل عن حملة معينة أو ملف معينة من الملفات من عوض ده نقل عوض طيب دلوقتي الملفات عمانة بتزيد معانا وإحنا وقف النخيل هيبدأ يديك انتاج زي ما انت عايز بعد 4 أو 5 سنوات آه في بشاير بدأت تظهر في بعض النخل لكن مش هتباع مش بتاع التسويق يعني أيوة مش هي اللي تتغطيلي طيب أنا دلوقتي الملفات زادت معايا محتاج حاجة تنجز معايا شوية كل عائد بتاعها أسرع وعائد كبير وفي نفس الوقت اللي هيعملها صدقة جارية تنفع لي صدقة جارية وهو يربح بها عند الله سبحانه وتعالى وانت لازم الأمرين دول تشتغل عليهم أمر اللي هيتبرع ده أنا عايز لما طلع الصدقة أبدأ أستفيدها من أول يوم طلعتها وفي نفس الوقت تكون عائد وتكون استثمار خير عشان الآخرين يستفيدوا عشان الآخرين فربنا سبحانه وتعالى بيليهمنا فكان وقف الزاتون برضو إلهام ربنا سبحانه وتعالى لنا ودي نعمة تستحق الشكر برضو وكذلك الأمر الناس المتبرعين اللي معانا هم الآن فضل الله سبحانه وتعالى اللهم ملك الحمد اللهم أبني هم كمان أدركوا أن هم وجودهم مع مؤسسة نبض الحياة نعمة هم بيقولوا لنا كذلك بيقولوا إحنا وجودنا معكم نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك حد يفكر لك في صدقة ويفكر لك في إزاي أنك أنت تنمي تعمل وقف اللي ده سبحانه وتعالى ويفكر لك إزاي أن الصدقة بتاعتك تنمو ويفكر لك إزاي الصدقة بتاعتك تظلي إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى ويشتغلك عليها في خدمتها فلما ربنا يسخر لك النوع ده من الناس لأ هذه نعمة تستحق الشكر لأن عملك لوحدك بشكل فردي مش هتقدر توصل للكم الهائل ده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فقال يقولوا وتعاونوا على البر والتاق فكان وقف الزيتون هو المشروع والفكرة ربنا سبحانه وتعالى ألهمنا به وبما إن بفضل الله سبحانه وتعالى في أرض البركات بتاعتنا إحنا خدنا امتداد زيادة فبع عندنا مساحا نخصصها الوقف الزيتون فإحنا استهدفنا أول حاجة خمسين فدان إن شاء الله بإذن الله تعالى وطمعنين طمعنين جدا جدا في كرم ربنا سبحانه وتعالى وفي الناس اللي بيتابعونا إن إحنا يعني نتم نتم زراعة المرحلة الأولى بإذن الله تعالى ونزود بعد كده إن شاء الله وخصوصا إن عن التمن كمان يعني ممكن يبقى حد من إخواتي ما عندوش الخمس تلاف جنيه حالا فممكن يبقى عنده ألف يشترك مع أخرين عشان يبقى فيه سك يكتب في السك أسامي الخمسة أنا كنت بقى قول بمناسبة الألف جنيه ده أقول إن ربنا سبحانه وتعالى والله بيطيب خاطر اللي نفسه يكون لي شجرة باسمه وعليها اسمه ويذكر بيها إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى وماقدرش يجمع الخمس تلاف مرة واحدة ربنا طيب خاطره بإنه ويلهمنا أصلا ربنا سبحانه وتعالى يعني يسير الكون كل والجنود كلها من أجل دعوة ولي من أوليائه ولي من أوليائه يقول يا ربنا نفسي حاجة تكون بإسمي فربنا يفتح لنا الباب ويلهمنا في فكرة مشروع ووقف الزيتون عشان يكون تمن الشجرة ألف جنيه فيقدر يدفعها ويكون حاجة بإسمه يا رب الكلام بتاعي تشوفه مبارا كده يباني أنه مبلغة لكن أقسم لك بالله أنه ما في مبلغة الله سبحانه وتعالى لما سيدنا يوسف كان في السجن وأراد أن يخرجه جعل رؤية تتسلل إلى الملك ملك البلاد تتسلل إليه في ظلمة الليل وتؤرقه وتجيله مرة واثنين وتلاتة ويقعد يسأل المفسرين والمعبرين وما يكونش ليه مخرج غير اللي في السجن ده اللي ما يملكش أي حاجة خلاص أنه يوصل للملك ولا يطلع نفسه فيوصله عشان تكون الرؤية سبب فخروج سيدنا يوسف ويكون حفيظ خذاء المصر فدي قدرة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى له أمور عجيبة في أنه يرضي خلقه فقد تكون هذه باب تطيب خاطر بعض أولياء الله عز وجل أو إسجابة لدعوته في أن حاجاته تقضى سريعا فيكون الوقف الزتون ده إنتاجه أسرع وأكبر إن شاء الله باب التسويق بتاعه كبير لأن انت عارف حضرتك أن زيت الزتون ده أمر مطلوب يعني دوليا ومحليا وغالي جدا في كل حالة فيعني الريع بتاع النخلة ممكن يعمل حاجات خير كتير فضل الله سبحانه وتعالى فكان ده فضل من الله سبحانه وتعالى وبرضو في وقف الزتون هو نفس الخيارات المتاحة في كل الحملات ما تقدرش تعمل تدفع الألف جنيه مرة واحدة ينفع تقصتهم برضو ما تقدرش حتى تقدر تقصتها يكون ليك سهم ينفع كل ليك سهم في شجرة الزتون بفضل الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب والاتنين جنب بعض يعني وقف النخيل بجوار وقف الزيتون أي بفضل الله سبحانه وتعالى وإحنا زي ما احنا في المرحلة السادسة في وقف النخيل سبحان الله يعني وصلنا للمرحلة السادسة يا رب وقف المرحلة المية وستين يا رب آمين إحنا في المرحلة الأولى لسه في وقف الزيتون أيها ويا رب تكتمل وإن شاء الله بإذن الله تعالى ويكون اللي معانا فيها في المرحلة الأولى من أهل السق ودايما أهل السق سبحان الله دايما في السق زي اللي بيدخل المسجد كده بقعيز يبقى هو اللي بقى هو الصف ده أصلا الله سبحانه وتعالى يجعل الأهل السق في كل حاجة مكانة خاصة تشوفي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يكلمنا عن يوم الجمعة من ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة كأنه قرب يعني إيه قدم ناقة وجملا لله سبحانه وتعالى طب اللي يروح متأخر كأنما قدم بيضة هو ده قدم وده قدم بس اللي قدم جمل زي اللي قدم بيضة طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له علمتم ما في النداء والصف الأول للسق اللي يقف في الصف الأول ثم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا عليه يعملوا أرعة عشان يقف في الصف الأول السق ربنا سبحانه وتعالى في القوان الكريم يثني على أهل السق يقول السابقون السابقون أولئك المقربون السباء هو الأقرب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم عن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد يوصف فيهم ويقولهم الذين لا يقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فالصحابة قاعدينه واحد بس اللي يقوم يقول يا رسول الله مرة واحدة كده أدعو الله لأن أكون منه قال أنت منه الله يقوم صحابي تاني يسأل يقول يا رسول الله أدعو الله لأن أكون منه فيقول له سبقك بها عكاشة سكن عكاشة بن محصن سبقك فاحنا ما نعرفش ما عرفش أنا الشجرة بتاعتي هتبقى جنب شجرة مين والله سبحانه وتعالى يكرم الناس بعضهم ببعض أنت ممكن تكرم لأن الشجرة بتاعتك جت جنب شجرة حد من دور السعي جسعت زي ما يقوله بالبلدي أيوة فتكرم لهذا الأمر ودي أمور مشاهدة بالعيان في حياتنا كلها وفي السيرة وفي كتب وفي أحوال الصالحين بنشوف أن الله سبحانه وتعالى يكرم الناس بعضهم ببعض في المسجد لما الملائكة ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم يا رب إن فيهم فلان قد أتى لحاجة هو مش جاي عشان يحضر المجلس ولا جاي قالهم القوم لا يشقى بهم جليسه الله فده مهم جدا للواحد يكون من أهل السبق في أي عمل خير وأوم باب الخير يتفتح لك وتلاقي طارق حد يخبط عليك استجيب استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه ليه تحشرون فما يكونش الإنسان في حائل بينه وبين عمل الطاعة بسبب وسوسة شيطان أو وساوس نفسية أول عياذ بالله أن ربنا يكون مش عايزه لأنه هو صد عنه كتير لا تلما ربنا إن شاء الله يعني يساق إلينا القلوب الخيرة اللي بتشوفنا دلوقتي أكيد هو قاصد سبحانه وتعالى وأكيد هم مش هيغزلوه وإن شاء الله هيكرموا نفسهم بأنهم يتواصلوا معنا على 15 740 الرقم الساخن لمؤسسة نبض الحياة ويقول أنا عايز يبقى ليه نصيب فطاعة ربنا بشكر حقيقة مولانا جدا شرفتنا وأنستنا الشكر الموصول له حضرك وصولي للأسف الفقرة الطيبة خلصت سنوني فقرة جاية إن شاء الله هتعجبت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة